يقول هل يجب أن أقرأ الصورة التي بعد الفاتحة في الركعة الثانية الصورة تقع في الترتيب قبل ما قرأت في الركعة الأولى مثلاً أقرأ صورة الناس في الركعة الأولى والثانية في صورة الإخلاص هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقره ما تعصر منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بالعمران ولكن الأولى أن ترطب لأننا نقرأ الأولى الترتيب نقرأ في الوطر مثلا الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص وفي فجر يوم الجمعة نقرأ ألف لامين تنزيل في الأول والثانية هلأت على الإنسان وفي الجمعة نقرأ بالأعلى والغاشية فهذا ترتيب أولى لكن عدمه جائز لما سمعت من الأدلة وهي قول النبي عليه الصلاة فقرأه ما تيسر منه أو قرأ بفتاعة الكتاب وما تيسر معك من القرآن ولأن النبي قرأه بالبقرة ثم بالنساء ثم بأهل أمران ولأن القرآن لم يكن بهذه الطريقة التي أمامنا مرتبا على عهد النبي عليه الصلاة بهذه الطريقة والله أعلم